أعلنت إنجاز عن الفائزين في برنامج الشركة للعام الحالي بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى وتهدف إنجاز إلى التعريف ببيئة العمل في القطاع الخاص وتبني المشاريع للطلبة في المدارس وذلك من خلال تعليمهم كيفية إنشاء الشركات لحثهم على العمل في القطاع الخاص يذكر أن إنجاز مجموعة من الشركات التي تساهم لتقديم جملة من الأعمال التطوعية لتدريب وتلمية المواهب الشاب الطلبة الكويتين أو الدارسين في الكويت عندهم اهتمامات كثيرة بس يحتاجون الإنجاز ويحتاجون التدريب ليسقل هذه المهارات وظهرها في القطاع الخاص خصوصا أن القطاع الخاص محتاجها أولا الشباب نحن من شركات القطاع الخاص أيضا ساهمنا بالأموال والوقت والجهد لمساعدة طلبة المدارس ولتعليمهم كيف إنشاء الشركات والعمل الحر والعمل الخاص كيف يعظي الإنسان حرية ويصنع الإبداع